تكتلات سياسية وأحزاب معارضة وموالية للرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز تعزيفي ضحايا حواجه السير الأخيرة والتي حصدت رواحة زيادة من عشرين شخصا وخلفت عشرات الجرح على مدى الأيام الثلاثة الماضية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ممثلا في رئيسه سيد محمد المحهم أكد في تغريدة له على حسابه على تويتر أن السلامة الطرقية توعي وثقافة قبل أن تكون بنية تحتية حاثا من الطرق على إلزام الجميع بقوانين المرور وداعيا للمواطنين إلى تجنب الإفراط في السرعة أما المعارضة فواصفت حصيلة الحوادث في الفترة الأخيرة بالمجزرة وحملت السلطات الموريتانية المسؤولية متهمة إياها باللا مبالاة بأرواح المواطنين واتهم المنتد الوطني للديمقراطية والوحدة وعدد من الأحزاب المعارضة الأخرى النظام والحكومة بالاستهتار بأرواح المواطنين وذلك من خلال الإهمال المتعمد للطرق وعدم التدخل السريع لترميمها وصيانتها بعد أن وصلت مرحلة من الترحل أصبحت تشكل خطرا محدقا بحياة الجميع وفق تعبيرهم واتهمت المعارضة النظام بأنه ترك الطرق المحورية في البلاد للخراب والسلطات الأمنية بالتعاطي مع الرشوة على حساب قوانين السلامة المرورية وكان وزير الاقتصاد والمالية المختار للجاي قال في تعليق على الفيسبوك إن الحكومة أنجزت حتى الآن 50 كم من طريق واكشوت بوتليميت وتعمل على الحصول على تمويل لطريق بوتليميت لاغ ويشهد المحوران اللذان تحدث عنهم الوزير من طريق الأمل أطول لطريق معبد في موريتانيا يشهدان خلال الفترة الأخيرة موجة من حوادث السير حصل ترواح عشرات المواطنين من بينهم أسر بأكملها وهو ما يرجعه مهتمون إلى رداءة الطرق والتهاون بقوانين السلامة المرورية وعدم وجود فرق إنقاذ على الخطوط الطويلة اشتركوا في القناة